مكونات نموذج الأعمال نموذج الأعمال له مجموعة من المكونات وهذه المكونات تعتبر أساسيات لنموذج الأعمال أولاً العملاء ثانياً البنية التحتية ثالثاً القيمة المقترحة رابعاً هيكل الربحية فلما نتكلم عن نموذج الأعمال ونتكلم عن المكون الأول الذي هو العملاء هو أساس نموذج الأعمال أنا لا أفكر في ما يتعلق بنموذج الأعمال ما لم يكن لدي فعلاً نقطة رئيسية هي من جعلتني أفكر في نموذج الأعمال وهم العملاء لماذا؟ لأن كل ما سأقدمه كل ما سأنفذه من عمليات من موارد من وضع مالي من إلى آخره هي مصبها أنه لا بد أن يكون لدي عملاء لا بد أن يكون لدي مستهلكين وبذلك لا بد أن يكون هذا النقطة الأساسية هي محك لنموذج الأعمال فهو لا بد أن يكون عندنا في نموذج الأعمال أن نعي وأن نستدرك وأن نفهم من هما العملاء الذين قد يستفاد منهم في تقديم الخدمة أو في تقديم السلعة وأين نجد هؤلاء العملاء الثاني البنية التحتية ما لدي أو ماذا أمتلك في هذه الشركة ما هي تلك البنية التحتية التي لا بد أن تساعدني في القيام بأعمالي كيف أن أحقق الربحية عن طريق البنية التحتية الأساسية بمعنى أني لا أستطيع أن أقوم بتنفيذ الأعمال ما لم يكن لدي بنية تحتية واضحة ويقصد بالبنية التحتية كل الأساسيات كالإنترنت على سبيل الافتراض كالمواقع الإلكترونية على سبيل الافتراض كالخدمات المالية على سبيل الافتراض إلى آخره القيمة المقترحة ويقصد بالقيمة المقترحة ما هي تلك الأشياء التي قد أمتلكها عن طريق تصميم نموذج أعمال متميز أستطيع من خلالها أن أحقق الربحية بمعنى مجموعة العمليات داخل المنظمة بمعنى أني أحتاج شركة معينة هذه الشركة تحتاج إلى آلات تحتاج إلى تقنية تحتاج إلى تعاون تحتاج إلى شراكات إذن هناك قيم مقترحة لهذه الأشياء الأساسية داخل هذه الشركة لابد أن أعيها حتى أستطيع أن أبني نموذج الأعمال بالطريقة الصحيحة رابعا هيكل الربحية بمعنى هل جميع ما تم بناءه في نموذج الأعمال سيحق لديها ربحية أنا عندي قيمة مقترحة وهذه القيمة المقترحة يقصد به ما سيستهلك حتى أصل إلى الربحية عندي بنية تحتية ما سيتم صرفة في تصميم هذه الشركة حتى أصل إلى الربحية العملاء كيف أستدرك أنا لدي فعلا مستهلكين حتى أحقق الربحية وبذلك تنجد أن الربحية هي منهاية مطاف ما يسمى مكونات نموذج الأعمال ترجمة نانسي قنقر